موسيقى 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 بعلم التحليل عند فرويد سيجمول فري يعني هي اللي هو باية التحليل نفسي أهم شيء الأحلام تتقدر تكتشف الشخص على حياته بس أنه هو بيربطهم بأعتقد بأنت شو عم بيمرق بحياتك مش بمعاني بس أنه هو الطريق مثل ما أنا متذكر هو الطريق الزهبي للوصول إلى الحقيقة ويد عبود يؤسس فريق كرة قدم من الإعلاميين بس أنه هن السياسيين أهيان باركت لا لعبة كرة القدم عملوها مرتين مرة مرة كانت ميحة بس من دوني من دونك ما كنتم تطرمت الإعلاميين شو تشاركوا بس بدك ليئة بدانية بمغامرة جديدة وفريدة من نوعها ويد عبود قرر تأسيس فريق كرة قدم مكون بالكامل من زملائي الإعلاميين مين مساء بتحطه مدرب لا مظبوط جد الحج جد الحج حطه مدرب بس لا إعلامة مهن إعلاميين آه مدرب كإعلامة جد حج بسكت كمان لا ما هم نقول إنه إذا بدي مدرب كرياضة يعني لا إذا مثلا إعلامة تحطه مدرب مين مساء منحط ربيع الهبر وليد عبود هكذا نصير قوية بالستاتيستيك ما هي جزير رحب الله جزير نقوة كم باس وكم أسست وكم شو اسمه وليد عبود يبتكل تطبيقا جديدا يساعد الناس على اختيار ربطة العمق المناسبة حلوة الأغيرك يمكن بيعملها للساعة وليد أكد أن الفكرة جاءت له بعد أن لاحظوا أن الكثيرين يعانون في اختيار ربطة العنق المناسبة لمظهرهم كمان تلبس كرافات عادل أكيد تلبس كرافات وقت الكثير كثير كثير مجبور يعني على الهواء تلبس كرافات على الهواء بمعظم الأحيان أكيد بالبرنامج السياسي وبالمناسبات الرسمية ما في تشغل معنا بس أكيد أزعى الشيء لإلي هي الكرافات هي كلها عن جد لا لا بتأسحي لك عن جد مخنوق مربوط مربوط ما بارف الإختراعة ما في أزعى شي حب فيها الإختراعة كين حب يحب أن ينربها هيكل أول شي خليني ضيفة كافي لكس لأنه لأنه لا بلشنا فيها ما بدنا 2 in 1 2 in 1 2 in 1 2 in 1 لأنه ما بدأ أطشك بعدين ونعمل هولي في عند كتير إشياء ناوي علي واضح لا تعرفني على الخفيف يعني خلينا نصحصح مدامك ناوي من المسيرة نعم لنهار الشباب للأل بي سي للأم تي في للتأل أس بي آي هالا لندن يعني كرير كرير طويلة وكبيرة خبرنا شوي عنها ما إذا بدك تشترك بكل هالعمر بصير عندك هالك كرير نعم بالمئة بس أنت بلشت بعمر صغير تستلم 20 نعم تستلم لا تستلم بوستات نعم بوستات 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 نعم أول بوست لا بال33 33 أو يعتبر صغير يعني كنت نهار شباب يمكن أو فيه بالمسيرة كنت نفترة صغيرة لا ما كنت مسؤول بالمسيرة بالمسيرة كنت أكتب صفحة ساقفية صفحة ساقفية هلأ أول مرة بي استلم بال92 يعني بالنداء الوطن نداء الوطن القديمة يعني هذه استلمت بوقتها صفحتين يعني صفحة الساقفية ومقبلة صفحة المنوعات هوني كنت بال31 سنة كيف تنقلت على السياسة لأنه تفتح وتسكر نداء الوطن كان عليها بلوك لمعاركة مع العهد ولمعاركة مع هي والعي سي آن طبعا ومع الرئيس شهيد رفيق حريري وكل هالمشاكل هذه سيأبت بفترة مسكرة وإجال استيجوبرانتويني من بريز وبدوا يركب نهار الشباب سيأبت يعني بيتصلوا في بيعتبروا أنه بهالوقت معقول يعني وبالتالي عجبنا العرض ورحل بوقت على نهار الشباب كانت نهار الشباب كانت سياسي لأنه كان عنده كذا كذا شي عنده كذا دليل نهار الشباب كانت بالمخطط تصير سياسي بس كان ممنوع أنه تعمل سياسي لا ممنوع زمن الوصاية السورية بس بالمخطط كان شو صرنا نعمل يعني أو بالأحرى شو استراتيجية يلي تبعها استيجوبران أنه منبلش نطلع السلم درجة درجة بالأول إذا بتشوف أول أعداد أو حتى أول سنة بتحس حالك كأنه عم تشوف مجلة مدرسية كيف بتقضي العطلة هون وكيف بتروح مزبوط على البحر وين بتروح تسهر إذا بدك تتسلى للشباب وأي اختصاص بدك تنقل يعني مجلة جامعة كان في مقالته بلش أنه بأول سنة أنه يلامس فيها السياسي نتفي نتفي صلنا نطلع نتفت كلمات سياسية بعدين نتفت مواقف سياسية أكتر بالكلمية اللي بيكتبها بأول صفحة بعدين صارت مواضيع سياسية حتى صلنا وقت اللي سكرنا صلنا كأنه مجلة عادية حتى بتذكر كيفين مندوبين إذا بدك الأحزاب بالجامعة يكتبوا مئة بالمئة يكتبوا عندكم ويني يصاروا منهم مسؤولين ومنهم مشهورين ومنهم معروفين يعني وأخذوا دور بس هني أكيد يعني تابي وقت كانوا خارج وتابي وقت هي اللي بقلب الجامعة بيتحمس بدوا يكتب بملحق أو بجريدة هذا بيعني الشيء واحد إنه هو طموع إلى أمر ما وعلى أقل بيهتم بالسياسية بعدين أول تليفزيون كان أول تليفزيون أول تليفزيون كأعداد كأعداد بلش بالأعداد أكيد برامج حتى مع الشهيد جبران أنا كنت البيسي يعني من التسعين للتنين وتسعين كنت أعداد برامج سائفية كمان كبارنا مرحبا حضارة هالإشاء كبارنا يلي منحكي فيه عن الأدباء والمفكرين والشعراء إلى آخرين بعدين كملنا هلأ وقت تجربة نهار الشباب بالخمسة وتسعين يعني كانتهت الولاية الأولى لليس الهراوي قال استيجبران أنه بدنا نعمول برنامج فخامة الرئيس وبرنامج على البيسي فخامة الرئيس جينا ساعتها أعداد وكملنا بعدين رئاسيات صعبة لهم ضيوف صعبة سيد حسن بتذكر برئاسيات برئاسيات أكيد مش فخامة الرئيس بس كاليسم جيهوا بركن نجيب مئات فخامة الرئيس وفي مقطع مهم في سيد حسن سئله هو عن الدولة الإسلامية بتذكر دايماً بعضه بيقطع بيضل يتداول بيضل يقطع من بعد البيسي بيت البيسي للألفان وتسعة الفان وتسعة الفان وثمانة تقريباً الفان وتسعة دولة أول مرة طلعت على الهواء هي دولة نهار دولة نهار البيسي يعني هوى البيسي هوى البيسي بالألفان وتلاتة نهاركم سعيد نهاركم سعيد أوكي بيلت من 2003 إلى 2009 يعني عم نحكي شي ست سنين صحيح صحيح وهو دي الست سنين كانوا من أهم السنوات لا لأنه أوقات أقعد على الهواء أبقى على الهواء ست سبع ساعة نصر مشاكل مشاكل تفوت على الستوديو على أساس بدك تعمل حلقة أنه ساعة ونص ساعتين تمد تمد بالقصص مثلا اليوم الشهير كتير يعني هوى كان يوم تاني يوم استشهد جبران تويني نقلنا بوقتها الستوديو على النهار وأنه بتصور من التسعة للأخبار يعني لأنه ولكن تهيني بوقتها أنك تعمل هيك لأنه الكل عم يجوا يعزوا بالنهار حطينا يعني كل فريق الأهداد مش متطرد لحدة كان أي مع واحد جاست بروديوسر أي مع واحد يطلق عضل الضيف ويجيبه أنت كنت قريب من الشهير جبران أي أكيد يوميا كيف تلقيت خبر استشهده أو شيء كنت عارف أنت أنه جاية لا حكيته ما حدا كان عارف وراح كيف ربك عليه حكيته قبل بنهار هأساس عنا مشاريع قال لي تأرجع على لبنان منحكي بهالموضوع وبيّن لألي كأنه ما نريجع على لبنان قريبا كأنه أرضى وقته أرجع هلأ كنا نتواصل معه وركب كاميرا بالنهار صلنا نتواصل معه يعني كأنه اليوم بالواتساب يعني فيديو يوم التنين أنا بتذكر يعني أنه كان يوم التنين بقوم مثل عادي بحضر حلقتي وبمشي يعني على الطريق من بيتي يلي هو بيجوني صربة لأدماء بنص الطريق بسمع لا بسمع الخبرية أنه فيه انفجار بمنطقة الحزمية استهدف الهيئة أنه مستهدف حدا أكيد بده يستهدف حدا طبيعا كنا نعودين هالفتر بلوقتها كانت القصة استهدفة أول ما إجا عراسي أنه منطقة الحزمية قلت الشيخ بتصحر اتصلت الحزمية في الكثير عالم ايه بس يعني قلت لأنه كان يعني من رموز 14 أدار قدرت أنه بتصحر ما بعرف ليه اتصلت ايه لا منطقة الحزمية سكرت وكملت يعني الأخبار تعرف بالأول صعبة وما كان فيه سوشيل ميديا بهالطريقة هايدي ضلت القصة توصلت على استوديو وصلت على استوديو عم حضر حالي متما هلأ حضرنا حالنا وبقض على الطاولة يعني التحضير للنهاية يعني تقريبا بعد في عشر دقائق نطلع على الهواء ما بعرف بيخبرني المخرج بيقول لي الهيئة أنه جبران طويني هو المستهد قلت له ما معقول يعني ردت الفعل الأولى ولا يمكن لأنه برح حكيته وهو ببريز يعني قال لي أنه هو ببريز قال لي بلشت المعلومات أنه تأكد مبالا تصلت قلت له عطيني التليفون جمت للسلولار وحكيته ما تذكر يعني 0-3-2-7-2-4-0-0-1 ما في يعني عبيعطي أنه ما فيك تتصل ساعة تبلشنا خمس دقائق تانية صار شبه مؤكد أو حتى مؤكد أنه عندي هوا وأدمن قريب أنه متأثر جدا ما في ما في أطلع له أكيد يعني المرضى الوحيدة العرف فيها أنه ما في أطلع له شو الحال تصل بالشيخ بير الظاهر قلت له هيك هيك الأسر وأنا ما في ألي ولا أمك يعني وجيت عنا الله يرحم أه كمان قطعنا بفترة كان في استهدافات مثل ما نحكي حتى في أعلميين يعني مثل سمير أصير سمير أصير سمير أصير سمير أصير سمير أصير في كتير أعلميين شي مرة خفتة حيلك خفتة حالي بعد اللي تعرضتله الزميلة وسيدي ما يشد لأنه بوقتها أنه كان معروف يعني أنه هي إذا بدك بالل بي سي رأس الحرب بعدين أنه فينس كانوا وراء يعني بيّن من خلال السوشيال ميديا بوقتها يعني وخصوصا بعض المواقع الإلكترونية أنه أنا لي ينقل مثلا أخبار تنحط ببعض المواقع الإلكترونية اللي بتعرفها مين بيحركها أنه شوهد وليد عبود عم يدخل إلى السفارة الأمريكية وهذا بإطار أنت عمل للتفجير لا أنه أنا عم بفوت على السفارة هذا بإطار تكوين خلية إعلمية لحتى يبسوا فكر 14 أدار ولا حتى ولا حتى مرة ومرتين وثلاثة ويتطور الخبر يعني وصل إلى حد أنه خبروا أنه خلص تشكلت الخلية الإعلامية عرفت ساعتها أنه نوعا ما أنه وكأنه استهدف وخصوصا أنه أنا كنت يعني يومتها على ثلاث تقطعات تقطع LBC صح النهار أنا كنت بالنهار وكنت كمان بالنو لبنون أوكي يعني النو لبنون هو الموقعي اللي كان كمان بإطار 14 أدار قويت لا نو لبنون لا أنت قويت كمان هلا 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 بنحكي كنا لكن بهال إطار تقاطع ثلاثة إذن كان هو الأراب يعني صرت أنت مستهدف كان الأراب بوقت أنه في أوتال حد LBC هو بحرم LBC يعني إذا بدك تقطع حاجز LBC تتصل إذن أنت محمي من حرس LBC بالتالي قعدت شهرين إلى حين استشهد جنرال فرانسو الحاج إذن لقيت أنه أفضل شي بهالحالة أنه مدام إذا فرانسو الحاج يستهدف أفضل لك صحيح حتى نفوت شوية بالجد أنت معروف من زمان يعني وش من زمان وقت ما تعرفنا عليك على LBC أن ميول لك قويت صحيح أول شي قديش أنت قويت هل كنت مثلا بالقويت إليم الحرب هل شركت بالحزب كحزب هل نقول الحرب شي والحزب شي تاني بوقت الحرب كنت ضمن مؤسسات القوات اللبنانية يعني إعلميا وثقافيا واجتماعيا بالكتائب اتدربت مع الكتائب لأنه ب75 أنا عمري أنا 15 سنة أو 14 بين 14 و15 بالتالي أنت تحمست يعني ما كان ممكن إذا أنت عندك بوقت أنه إيمان بالقضية اللبنانية لابد ما أنك تداب بعدين تحولت الكتائب إلى يعني صارت أكيد الجناح العسكر وصارت فيه مؤسسات القوات اللبنانية يلي معظم بوقت الإعلميين نضو في هذه المؤسسات يلي كانت وجود لا التسعين هلأ الحزب لا مني في الحزب منك بالحزب حتى هلأ منيك الحزب لا إذا أنا بالحزب أسيسا ما بستح أني أقول أنه أنا بالحزب هذه شغلة إذا أنا بدي فوت بالحزب عن تينية أكيد بيكون شرف إلي أنه فوت إلى حزب بس أنا مني حزبي شو صارت أنا قلت من البي سي على الام تي في تم التواصل بيني وبين أستاذ ميشيل مر أنا والدكتور سامي نادر تواصلنا مع الأستاذ ميشيل مر وقلنا له شو رأيك أنه نعيد إطلاق الام تي بس لو كنت مبسوط بالالبي سي ما كنت ممكن تصل بس أنا إذا بدك دايما كان عندي لو وضحت على الالبي سي عندي حنين إلى زمن الام تي في مع أنه البي سي كانت محسوب إذا بدك على التوجه السياسي اللي أنت معه على الهوية أكتر نعم بس أنه البي سي يعني البي مثل ما بقول كله هاي الهويات الملتبس لأ الام تي في كانت بوقت أبعد يعني كانت أقرب إذا بدك للمعارضة لطيار ما هي كانت مسكرة بس هي كانت لحد ما أقفلت عنوة كانت هي بالنتيجة خط المعارضة كانت خط ضد الوجود السوري ضد الوصاية السورية هي كانت أأسى بهذا المجال وأوضح أكيد من الالبي سي همت كيف يعني هي إذا بدك تمثل فكرة التحرر من الوصاية السورية أكتر من الالبي سي الالبي سي ما كانوا هيني كمان يعني كان عندهم حتى برامجهم الكوميدية كانت تحكي شرب القليل تعرف أنه بدك تفصل تعرف النتيجة يعني لو ما زعجتهم الام تي في بالعمق للوصاية السورية ولللبنانيين يلي هن كمان بدور ما كانوا سكروا أكيد كانوا سكروا الالبي سي كان عندك بوقت البي سي وام تي في لماذا أخفلت الام تي في هو لم تقفل الام تي في والاي سي أن كمان نذكر كمان الاي سي أن وقصة تانية يعني الاي سي أن أوضاع تانية وظروف أخرى بس أكيد مش كرمي الخطة السياسية بس كان فيه أكتر إذا بدك الخط الرسمي اللبناني يلي كان ضد إنه استمرارها بشكل أو بأخ سوى بلش بالام تي في أول شي جرت بالالبي سي يكون عندك برنامج لعلك باللاي كنت مبسوط يعني تطلع مرتين ثلاثة بالجمعة كان محضور ثلاثة أو أربعة بعدين بقل لك هاي الفترة الزهبية للبرامج السياسية يعني كانت الناس الليل مثل النهار يعني كان مثل الخبز مثل شرية الخبز يعني إنك تشوف وبوقتها درجة بالمكاتب ظاهرت إنك تحط تلفزيون أو شاشة بمكتب صحيح نية ونية أوكي بالأم تي في بلشت بموضوعية صح وبالأخبار وبالأخبار هلأ كعنجل كان بموضوعية ببنانجل أدمة في أه نح جواب هيدا أدمة فيك أكيد ما حدا مننا أنت أهليمي وبتعرف وكنا ما حدا مننا موضوعية فرض فرض حدا يمكن أن يدعي الموضوعية بكل هذا الكون هو الله لأنه هو الديان هو الأساس بيحسبني وبحاسبي وهو أكيد بيحاسب بالموضوعية المطلقة إنما نحن البشر كلنا موضوعيتنا نسبي صح ما فينا ندعي أبدا أنه أنا موضوعي كل واحد عنده رأيه وحتى وحتى شاب لا تلميذي بقلهم هالشي بقول أكتب أنه كل ما بخلص حلقة برجع بروح مثل ما أنا بحط لكم علامة هون عم بحكي مع تلميذ كمان بحط لحالة علامة بدرجة الموضوعية اللي ممكن أنه بيكون أنا فيها لأنه منا دايما العلامة 16 ومنا دايما العلامة 12 أو 10 أو 9 مرة أنت كمان إنسان أوقات حدا ضيف بيستسيرك بتحس حيلك أنه عم يجب رأيك تغلط عم يجب رأيك تغلط كيف عم يجب رأيك تغلط يعني عم يجب رأيك تتخلى نوعا ما عن موضوعيتك بس وطرحته على الان تي في هذا كان دايما بديسأله لحدا من الان تي في تمضوا بالكم reiter له أنه لازم تعاوني مشكل بالبرامج وللا لازم تعاونوا بالبرامج هل أنت حابب تطلقط أو طلقط في في الان تي في طبعة في العائمات انت يجي ضخل من الان تي في تمضوا بال configur لازم تعاوني مشاكل للبرامج أكيد نعم بالعام بقيت قد 7 سنين ولا مشكل هذا سؤال سيخ ايه سيخ هذا السaiser نحن ملاحظ أنه أجلت ببرنامجك أنا انا بتذكر مشكلين. مشكل طولة ع بعضهم. صحيح 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 صحيح. رئيس حزب البعث ومصطفى علوش. مضبوط دكتور مصطفى علوش. والتاني صار معك انت شخصيا مع دكتور حبيب فياض. صحيح صحيح. وحتى مارسيل غان كمان مشاكل برنامج. انه. خلو ما كنا نشوفنا على البي سي. هيدا عزة. مشان هيك عم بسألة. بس جون شايفو كمان على غير الام تي في. اي 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 وكان بوقتها البي سي. بس. انت بتحب يصير بهاك مشاكل. اه لا. بس انا كمان اذا بدي يكون موضوعي وصادق معك. ما بقول بوقتها انه زعلت. كتير. بتحب انه نشوف وانه صار مشكلة. بس انا بعتبر انه اذا صارت مرة. اي اي. تنكون موضوعيين كمان. بيمشي الحال. بس انه تصير تتكرر كذا مرة. هون بصير انت المشكل فيك انت كمحاول. يعني بيبين انه عندك نوع من انواع المشكلة. بيدارة الحوار. اي. بس مرة انه بتصير. وانت اذا بترجح بتلاحظ انه كيف صارت بوقتها. صارت تدردوش تصاعدة. اكيد. كان يوم. وبعدين. كان حامية وقتها. بعدين بوقتها هي. الكلمة اللي عبرت عنها هي. يعني النفوس محتقنة. وحامية. وفي اشخاص يمكن ما كان لازم يكونوا مقابل بعضهم. انا بخبري يعني هون بتذكر انه كانت صورة ليلة الاحد. ومحشود بالحلقة. حلقة التلاتة. القرب. ايه التلاتة بوقتها كان. يعني بتعرف بعمل عندك ضايفين. تلاتة. حكيت مع رئيس حزب البعث بوقتها. قال لي اوكي. بمشي. مين الضيف؟ قلت له هلأ بشوف. يعني بدي خففها. تصلت بالدكتور مصطفى علور. قلت له بدي ادعيك يعني يا حلقة تلاتة. قال لي ايه اوكي. وبدنا نحكي سياسي وكذا. تعف ما ذقت كل شي تبادويت ما ذقت. قلت له مين دابوزه؟ لا. عم باعد الاستحقق. قبل ما يسكر. انا بدي ارجع لهم. ما فيي ما قلهم. قال لي. ايه. ننصيت اسألك. مين الضيف؟ قلت له دكتور فيز شوكا. للحظة. للحظة. سكت. انه وكأنه بده يقلي لا. هاللحظة كانت لهندي كأنه دهر كامل. هاي بتعرفها. بي هاللحظة. بعدين. بدي يكون هو زينة. انه انا وعدته. ما بقى بدي اقول له. ما بدي اقول له لا. رجع قال لي. كلمة. ماشي. ماشي يعني انه من حلاوة تضوح يعني. انه اوكي بيجي. نبلش الوقت يقطع بسرعة. بدي احكي كتير اشياء. مالكي بتخلصني من لعبة. لا لا. هترك لها وقتها. من بعد الام تي في. وقتها جيبوا. ما بدي احكي كتير بالموضوع. وقتها جيبوا مارسيل غاني. كان بدك تفل انت. ومن العروضات اللي اجتك. عناهم بالو تي في. صح. بالالفين واتمنتعش. صحيح. يعني لو مش الحال كنا بالالفين واتمنتعش. كنت انت عم تدافع عن. 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 الفين الفين. ايه كنا بالبدايات الالفين وتسعتاش. ايه. لانه انا تركت الهوا. بصيف الالفين واتمنتعش. ايه. بلش يعني. المفوضات هيك. مع الشيخ. ما عاد مش الحال. نا. طب. لو مش الحال كنت هون. ما عاملك كنا. كنا شوف لك. ممكن انت عملت المقدمة لتطلب فيها الرئيس. الرئيس. بيترك الاصر. ما هيك. تنضم عليها. هادي عشو. حسب عن. بالاخبار. عن اي موضوع. بالاخبار. مقدمت الاخبار. عملت مقدمة. كنت عم تطالب فيها الرئيس جنرال. نيشيل عون. لا. يترك. لا. أصب عبدالله. لا بوقتها. ايه. ما بحف انت. لا بوقتها. لانه ما عاد فيك تكمل بهالطريقة. هذا عم بيتكمل. يعني. كان بده انه تطلق دينامية جديدة بالبلد. باللحظة ياللي وصلنا فيها. وهون مع انه وصل الى حيط مسدود الرئيس سعد الحريري. بس برأيي هو كان الاجراء بهاللحظة هايدي. انه خلص صار الوضع هاي. انا افضل انه اترك. الاجراء او الاجبن. هوني حسب. حسب انت كيف تطلع. بس لك كمان ترك السلطة بده جراء كمان. ايه بس. هو يترك السلطة بيرجع بيجيب. بتعين مرة تاني. ما النهائي. وما قدر. ايه بس انه بيقمر. لانه عزة مش متل. مش يعني عادية سلطة التنفيذية تروح وتجيب. ويمكن. بس سياسة الجمهورية مش عادية. ويمكن بعض طول. تقطع بي. تقطع صحراء معينة. ويمكن. كان يرجع يصير مطلب الرئيس ميشيل عون انه يرجع يكون الولاية. يمكن. هذه اللعبة انت الخايف منها مش كير صعب له والله. بس انا ما بحب من ايام ماداسي ما بحب اللوح. من جملك من جملك. من تاني الفتر فينا نستعملها. رديتنا عقيم ماداسي. اه طب شو ذا. ايه. منيح. عنا على الاصول. اه بدي منك تعطيني صفة او جملة. عن الشخصية الاسم رح سميلك ايه. ونفرجيهم للكاميرا ونعقب نرجع من بعدها. صفة. او صفة. او جملة معينة. مي حلوة صفة كلمة يعني. احسن ما نطول على المشاهدين. اوكي. طيب. واحسن ما يبين خطنا دايبشان. ونجع فرجيها فرجيها وياك لالكاميرا. اذا فهموها. ما بقى. نجع منها من اولى. من بعض. بس عم بقول من بعد ما صلنا نشتغل على الكمبيوتر معاك. انا اوقات ما بفهم خطر. بكتب شغلي بقول هاي دي نوت حلوة اني. بعدين لأ انا شو كيف. حس عليك حكيم. هلأ لقيت الطريقة. ما رح فهمك شغل حقيقت. ما راح تقرية. هاهاها. خلينا نبلج. اول اول اسم. سمير جع جع. فارجيها الكاميرا شو هيدا؟ مضحن مضحن؟ مش الأكل الرؤية؟ لا مضحن بمعنى أنه من هنا تلاقي زعيم وتلاقي شخص كان بالسلطة خقائد قوات لبنانية كان بالسلطة ما نهينا أن يرتضي أنه يفوت على الحبس ما نهينا بس كان عنده خيار؟ كان عنده خيار طلب منه بوقتها رئيس ليس الهراوي فهموه من خلال مرسيل يعني طلعت على غدراس بوقتها ما كان في معرفة طلعت على غدراس أنه إذا بدك تحافظ على حريتك الشخصية بدك تفل من هون أنا برأيي كان عنده بس ما سعده أول أيمي هو قيل حتى أنه قيل تصل بغازي كنعان طيست تفسر ليش يمكن في شغلة ما سدقة يمكن وأنا مني أكيد أنه بدأت طول هالأد يعني 11 سنون هاي دي يمكن ما كان ماتت كان ماتت يمكن أنه التغيرات التي يمكن أن تحصر يمكن أنه بس هون ما عاد فيك تراهن يعني وقت اللي بتفوت على الحبس بظرف وصاية سورية إذا ما بدي أقول احتلال هون أعمدك صعوبة يعني يمكن أنت تتعذد لشيء بالحبس لعملية اغتيال صحيح بس هاي دي مش من ضمن الرؤية الرؤية اللي كتبت أنا أنه ما عنده رؤية كتير أنه كان هو خلينا نكون نحكي أمور مثل ما هي ممكن ما تفقني بس أنه هو كان ساعد السوريين تيفوتوا على المنطقة الحرة عند الجانيرا وكان على علاقة جيدة مع الرئيس الجمهورية الياسي هراوي وفي رسالة يعني حطيتها بكتابه رئيس الراوي هو إذا بدك فكان دوم نسئل وشارك معهم بأول حكومة حتى إذا شارك على مضط يعني إذا بدنا نستعين أنه هو كان هذا أنا متذكر هون كنت بلشت بالنداء الوطن حكينا طلعنا عملنا معه مقابلة سألت كل ما نسأله سؤال حده كتاب الطائف يقلنا شوفه شو بيقول الطائف يعني كان مراهن على الطائف هلأ أجد بعدين متغيرات إقليمية ودولية وحتى متغيرات محلية عملت الطائف أنه لحد هلأ هذا الطائف لم يطبق طيب ماشي سامي الجميل بكتب خبرني هون تنعملوا على السريع بجعب أسألك آخر سؤال عن شو اسمه سامي الجميل ديناميكي 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 عرف يحافظ على الحزب على القرس كتائب الكتائب بعدها موجودة موجودة أكيد بعدها موجودة بس بدك كمان دم جديد أنا فهم أنه شو أصدق يمكن بعض العسكر القديم يمكن أصدق أنه محافظ أو ما بقي هذا العسكر القديم ما بعرف بأي ملابسات وإنما اليوم زمن سامي الجميل أكيد غير زمن أمين الجميل وأكيد غير زمن الشيخ بيل الجميل المؤسس بالتالي من هون عم بيعمل دينامية بعد أكيد ما أخدت كل حقه بعد ما أخدت كل حجمه وإنما أطلق هذه الدينامية بدنا نشوف لوين ممكن أن تؤدي سيد حسن نصر الله راديكالي راديكالي إيديولوجي أنت مش عامل مؤابلة أنت كنت مع أستاذ جبران بلا أنا عامل معه مؤابلة كنت أنا المعد لبرنامج الرئاسية بالتالي أعمل جلسة مع الضيف قبل ما يوصال بس ما كان بعد بغمضولك عيونك حتى يخذوكو أو كانت بوقتها أكيد هلأ كتير صعب هلأ توصي هلأ غمضو بس نصف غميدة هلأ صحي تتنقوا أزاك من تحت من تحت الفلان إيديولوجي إلى أي حد تناسب إيديولوجيته الواقع اللبناني أو التركيب اللبناني هون السؤال الخطأ يعني كيفية تفوت بكتير الشيء أستاذ نبيك بره شو بدنا أستاذ نبيكالي كمين صيفا صيفا بدك تقول يعني من الأمور أو من الأشياء يلي ضرب مرحلة مبعض الطائف لأنه التركيبة تبع الترويكا يلي عملت وكل هذه الأمور لم تكن في مصلحة النظام اللبناني ولم تكن أبدا كمان بمصلحة الطائف بالتالي رئيسنا به بره هو الثابت الوحيد بين متحركين من 92 لحد اليوم طيب وهو المسؤول عن السلطة الاشتراعية أكثر منها بلعبة الثنائي أو بتركيبة الثنائي هو الطرف الأقوى صحيح سياسية أكيد هو الطرف الأقوى في لبنان السنائي يعني أنت لائط السلطة من 92 أنت الأقدم أنت الأعتأ وأنت الأقوى طيب لا يوصلنا إلى هون آآ ميشيل عون هذا سؤال بدون ترى غادعون نخلونا غادعون غادعون في شئين الشئ الأول عنده قضية محقة المتعلقة بس أنا أكيد أنه تصدفاتها لا تناسب يعني من تصدفات تلائم السلطة القضائية تصرفات يعني بين مزدوجين تبدو كأن فتحة على حسابها وهذا أمل بس ما بدنا كضاء تفتع حسابها تيرجعون لحقوقنا وتوقفون للفساد بالبلد تفتع على حسابها أنه مش ملفت أنه ما في غيرها تفتع على حسابها ضمن القواعد وضمن القوانين وضمن أنه الأصول القضائية بسيطة 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 ما هي كمان أنه مثلا هم تطلب لكتير أضايا ولكتير جبران بسيل جبران بسيل تركته للآخر ما بدي اختصره بجملة لك عليك الأمان بس عليك الأمان ولو وفي مين يطالب فينا مش أنه راح نرد لأنه هيدا لأ كمان جبران بسيل عنده طاقة هائلة طاقة مميزة يعني إن كان على صعيد الأعمال الفردية أو على صعيد الأعمال السياسية بس أنا مأخذي بهذه الطاقة أو على هذه الطاقة أنه مراحت بالمجرى كما يجب يعني بدك تسأني كيف صح عهد ميشيل عون كان لازم من بعد تفاهم معرب أنه يرتكز الرئيس ميشيل عون من ميل على القوات اللبنانية ومن ميل تاني على سعد الحريري وعلى حزب الله صحيح بلش يخصر على الطريق واحد وراء واحد خسرنا القوات بلشنا بقصة الكازين وهو عيشهم يعني وقصة التعيينات وواحد علما أنه الورقة بهال منحة واضح خسرنا بعدين سعد الحريري بالتالي بس في فرق بينتهم يعني سعد الحريري خسرناه من وراء ضغط نعرف من وين بالأول 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 بس القوات ما هو كان قائد القوات عنده تاريخ هو بالتخلي عن الانتفاق وبعدين وبعدين إجا سعد الحريري بس أنه انضغط بمرحلة وقت المعيد موجود هون بلبنان أنه إجا وكأنه الابن لا يعني وصل لمرحلة صحيح أنه فيك الضغط صحب الله أنه سعد الحريري ضغط عليه مش بإيرادته أنا سؤالي هون هل هوني سؤال خطأ جبران بسير مبارف هذا مش ناكلتلك حتى قائد القوات اللبنانية سامير جعجا أنه هو عنده تاريخ بالبرمات عم نحكي من أيام فؤاد أبو نادر لإليح بيئة للجنرال بوقتها بيمون لسعد الحريري كمين هو يقلبها سعد الحريري مش بعيد يسديق له بعد جبران هل تحكي لك عن كل الماضي لا إذا بدك تقلي عن قصة إليح بيئة إليح بيئة أول واحد نقلب على سامير جعجا هو إليح بيئة ما عملوا بالأول عملوا بالأول قيادة جماعية فيها سامير جعجا إليح بيئة كريم بقردوني وغيرهم 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 عمل انقلاب أول واحد هو إليح بيئة ليه طي يوصل إلى الاتفاق الثلاثي هوني إيه نقلب رجع ساعتها سامير جعجا عليه فمتكيب وبكل محطة بكل محطة عنا هيك بس ما بدنا ما بدنا نستغل يعني بالحديث السياسي ياشطوي عندي بعض ثلاث أسئلة بدو أعد حدك أسألك أهلا فيك هيد الميل لو أنت نايم بالمجلس مين كنت بتنتخب رئيس جمهورية اليوم أي أي اليوم هلأ يعني حسر تحلمين هلأ فيه أنت إذا بدك تجيب رئيس أنسى مين بقلولك هذا مرشح هذا مش مرشح إذا أنت بدك تجيب رئيس جمهورية بتحس أنه يخرج هذه المرحلة هلأ مين كنت تنتخب بجيب رجل اقتصادي ناجح لحتى ويعرف يدور الزواية مع السياسيين لأنه برأي هذا الأفضل لهذه المرحلة كاللو صوصا بيقدر ينجح برأي إيه إذا بيعرف يدور الزواية بيقدر ينجح هو يدور زاوية وحدة في عين التيني لا شو عين التيني لحالة لا هي عين التيني متأثر تعدى فيه بكل بلد في عينتين مش عينتين شو هي اللي ما بتتفق فيه مع القوات اللبنانية حاليا شي طرح معين بصلا أو شغلة معينة طرح ما فيه طرح أنا برأي إنه الوضع الحالي يفترض الدينامية أقوى من قبل القوات اللبنانية يعني يفترض مبادرات أكتر في سبيل إنه تقدر تغير هذا الواقع بيقدروا بتسعة نصهم ما بيحكم معهم بتسعة أكتر بدك تسعة أكتر وهوني في سؤال مثلا عن موضوع الحوار تفضل أوكي آخر سؤال ما حكينا عن مرسال بالحلقة بس سؤال مرور كرام شو الشي اللي بيعملوا مرسال غانم بحلقة هيدا المضوء الكرام هيدا آخر شي آخر سؤال بس مرور الكرام هيدا أحسا ما تقلت بتويج نطر شو اللي بيعملوا مرسال غانم بحلقة أنت ولا ممكن تعامله برنامجك يعني أو برنامج خليني أقول قبل ما نوصل له يعني تما تبين إنه القصة فقط تنقول للمع نخليها تبين نخليها تبين إنه أول بأول شئ إنه أكيد هو اليوم من الأنجح على صعيد التوكشو لأنه التوكشو ما هو الاستعراض يعني الشو استعراض وانت طب وأنا بس ما بتتفق معه بشغلتين تتفق ما بتتفق معه بشغلتين أوقات استعمال بعض الكلمات أوكي يعني يفترض أنا برأيي برنامج سياسي وحتى برنامج نحن اللي موجودين فيه تاني شغلة أوقات الاستهزاء في بعض المواقف هذي كمان ما بحب بس يبقى مع ذلك هاو دي هل لأنه أنت عم تركزلي على السلبيات يبقى مع ذلك هو الأهم والأبرز اليوم يعني على صعيد الحوار السياسي أنا بدأ شكرك وأنا كمان الحلقة عن جد قطعت بسرعة وعندي إذا بفرجيك الأسئلة اللي عندي يعني بيروح حلقات وحلقات وأجزاء وأجزاء وأنا كمان ضاحت بسرعة عن جد يعني من هيك صرت تعجل أنه قد ما في أنه بركي منهرب من إسحيق إلا وحلقات أنا ما أطعت السؤال مع أنه لأنه فلش بدأين يلا يلا بتعرف أنت أبدأ أتشكرك أول شيء أتشكرك لأنه دعوه تدغري مش أنه لك بحضرك قلت لك هالشي مبارع على التليفون بحضرك بالشكل يبدو وكأنه ما تأخذني على التعبير أنه في إزعاج أو في اقتحام لبعض خصوصية لا بس أحضر حلقة كاملة متكاملة لا بالنتيجة مرسي هيدا قلت لك إيها شخصيا ولا عم كذرة مرسي هيدا شهيدة بالعكس حرام حطت هيدا برومو وني محطة للأم تي في بركي الشفين بالأم تي في سيرو سيرو يطلع مع بدأت شكرك مرتينة بس هيدا بيستغرب أنه ما بيطلعوا معك أكيد ما في قرار يعني ما في قرار هلأ بقول لك لأسامي يعني أنت طعب بركي هني منهم أبين بركي بس نعم هني بحطوها بالأم تي في هيدا خلصت حلقتنا لهون قبل ما قبل ما وضعك شكرا شكرا إيه بدأ قهوة مرسي إيه لك كله قهوة كل الأنواع شكرا شكرا عزمنا دايما نجي لعن هلا وسهلا يلا باي داي في أسبوع الجيل منتج زياد شوائري دارونا موسيقى